اشتباكات عنيفة بين قوات النظام والمعارضة في ريف دمشق القوات العراقية تتأهب لتحرير تلعفر وتنشئ ثاني جسر عائم لسهولة تنقل السكان بين جانبي الموصل والامارات العربية المتحدة تدعم اليمن لإعادة إعمار عدن أتعد الله صباحكم بكل خير مشاهدين الكرام أهلا بكم إلى نشرة اليوم المفصلة من أخوار الآن نبدأها من الشأن السورية اتواصلت الاشتباكات العنيفة بين فصائل الجيش السوري الحر وقوات النظام السوري على محور بلدة عين ترما في ريف دمشق الشرقي بخرق متواصل لاتفاق وقف الأعمال القتالية وتخفيف التصعيد واجددت قوات النظام هجماتها العسكرية على حي جوبر في العاصمة دمشق من عدة محاور فيما تواصل فصائل الجيش الحر التصدي لجميع المحاولات وتكبيد القوات المهاجمة خسائر كبيرة في العدة والعتاد إلى ذلك شن طائرات النظام ضربات جوية على أطراف مخيم الحدلات جنوب شرق حمص الواقع قرب الحدود السورية الأردنية دون ورود معلومات عن سقوط قتلى أو جرحة وبث نشطون شريط مصور يظهر تحليق طائرات النظام على علو منخفض جدا في محيط المخيم وسط حالة هلع وموجة نزوح جماعية لسكان المخيم خوفا من ارتكاب مجازر بحقهم نفى المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني العميد رمضان شريف ما نقلته وسائل علامة عن قيام الحرس الثوري الإيراني بتنفيذ عملية برية مستقلة في سوريا منوها إلى أن الحرس الثوري سينتقم من داعش انتقاما قاسيا على حد تعبيره بعد قتل محسن حجي واشار العميد رمضان شريف تصريح لوكالة تسنيم أن الحرس الثوري سيواصل بعزم أكثر من السابق تقديم دعمه الاستشاري لقوات النظام السوري في سوريا حتى القضاء على داعش والجماعات المتشددة في هذا البلد إلى الرقة حيث تواصلت الاشتباكات في محاور عدة في مدينة الرقة بين قوات سوريا الديمقراطية وتنظيم داعش وفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن الاشتباكات تركزت على محاور أحياء البريد والمنصور والروضة والدرعية الغريبة ومحاور أخرى بالأطراف الشمالية الغربية من مدينة الرقة القديمة موضحا أن الاشتباكات ترافقت مع قصف طائرات التحالف الدولي على محاور القتال ومناطق أخرى في المدينة إضافة إلى القصف الصاروخي المتبادل وتفجير التنظيم لعربات مفخخة مجموعة من الناشطين السوريين في ريف الرقة كانت تعمل هذه المجموعة بشكل سري على توثيق أسماء أفراد داعش تمكنت هذه المجموعة من الكشف عن أسماء قيادات وأفراد في التنظيم بعضهم له دور بارز داخل داعش منهم أبو الأثير الشامي وأبو عائشة البلجيكي تفاصيل أكثر مشاهدين مع الزميل يمان شواف أبو الأثير الشامي أحد أفراد تنظيم داعش يحمل الجنسية البلجيكية يعد من أبرز قيادات التنظيم العسكرية في العراق كان يعمل أيضا في تجهيز المفخخات ويتنقل في المناطق التي يسيطر عليها داعش في العراق وسوريا تكشف وثائق عن نقله من سوريا قادما من مدينة الموصل في العراق وذلك بهدف نقل خبرته في تصنيع المفخخات إلى أشخاص آخرين في التنظيم وبحسب وثائق ومجموعات كانت توثق أسماء عناصر التنظيم فإن أبو الأثير الشامي كان يتخذ من الرقم قرا له وكان يقوم بتجهيز أكثر من أحد عشر سيارة مفخخة في فندق الفروسية على أطراف مدينة الرقة بلجيكي آخر اسمه أبو عائشة البلجيكي عمره حوالي 27 عاما مغربي الأصل بايع تنظيم داعش ودخل سوريا من معبر تل أبيض كان يدرس في إحدى الجامعات البلجيكية قسم تجارة واقتصاد خضع لمعسكرات شرعية وعسكرية في ريف الرقة الشمالي والغربي عزز قوته في التنظيم من خلال تجنيده لأخيه عبيد المغربي طبعا فيديو خاص حصلنا عليه يظهر فيه أبو عائشة وهو يشتري من أحد المحال في مدينة الطبقة طبعا هذا الفيديو الخاص الذي يظهر فيه أبو عائشة هذا الفيديو تم التقاطهم في مدينة الطبقة قبل طرد داعش منها أبو عائشة طبعا متزوج من امرأتين سوريتين ولديه ثلاث أطفال كان يقيم سابقا في مدينة الطبقة في الحي الثاني وكان يشارك في معارك التنظيم في ريف حمص حسب الوثائق فإنه كان يتردد كثيرا لمنزل بلجيكي آخر لقبه أبو زيد هذه الأسماء بعض من عناصر التنظيم التي كانت تتخذ من الطبقة مقرا لها أغلبهم فر منها قبل تحريرها وترضي داعش منها بعضهم فر إلى مناطق كدير الزور والرقة بينما قام آخرون بتسليم أنفسهم لقوات سوريا الديمقراطية وتزداد الخسارات التي يتكبدها تنظيم داعش سواء في المساحة الجغرافية التي يسيطر عليها أو خسارته لأفراده وقياداته في العراق أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية العميد سعد معان قتل فرد في تنظيم داعش هاجم نقطة أمنية في ساحل الأيسر لمدينة الموصل وقال معا في بيان مقتضب نشرته وسائل علامة العراقية إن قوات مديرية شرطة النصر في محافظة نينوة قتلوا أحد أفراد عصابات داعش الإجرامية يحمل مسدسا وقنابل يدوية وقام بالهجوم على أحد نقاط الشرطة في منطقة سوق النبي يونس في ساحل الأيسر لمدينة الموصل أنشأت القوات العراقية جسرا عائما جديدا يربط جانبي الموصل الأيسر والأيمن بغرض تسهيل تنقل المدني بين الشرق المدينة وغربها الجسر الذي من المتوقع استكمال نصبه خلال ثلاثين يوما سيساعد على إعادة الحياة إلى طبيعتها في الموصل ويسهل مشاريع تأهيل المدينة وبينما يتخبط داعش بين قيادتين متصارعتين في تلعفر غربي الموصل تقترب القوات العراقية المشتركة من يوم اتحام هذه المدينة لتحريرها مستفيدة من قلة عدد سكانها الذين نزح أغلبهم وتناحر قيادتي التنظيم الأجنبية والمحلية على المناصب والأموال مراسلنا ويسام يوسف اطلع على استعدادات القوات الأمنية العراقية وعاد لنا بالتقرير التالي ما هي إلا أيام وتنطلق عمليات تحريري تلعفر من احتلال داعش بعد أن يكتمل وصول جميع القوات العراقية حيث ستشارك بمختلف صنو فيها في المعارك بينما يشهد التنظيم صراعا بين قياداته الأجنبية والمحلية استحدادات كافة من الدعم اللوجيستي هيكلت بعض الفرق وعادت تنظيمها وحاليا المقاتلين مستعدين لإن شاء الله المرحلة القادمة التي هي عمليات تلعفر التحذيرات لتحرير تلعفر تضمنت إدخال أسلحة جديدة سوف يتم استعمالها في هذه المعركة إضافة إلى تهيئة خطط تتضمن توجيه ضربات جوية وبرية دقيقة لمواقع انتشار مقاتل داعش لا سيما وإن مرحلتها الأولى بدأت بالقصف الجوي إلى جانب العمليات الثانية في جهاز مكافحة الإرهاب العراقي تشارك في معركة تحذير تلعفر قوات الفرقتين التاسعة والخامس عشر التابعة للجيش العراقي بالإضافة إلى قوات الرد السريع التابعة للشرطة الاتحادية متهيئين المطاردة الداعش الإرهابي وخطط جديدة وأسلحة جديدة ومتهيئة القوات وأسل القوات جاي تتحشد للعناصر داعش إن شاء الله مكسورين متهيئين أسل القوات بتلعفر نتجين نحو تلعفر لإحسام المعركة وباقي المناطق إن شاء الله راجعين بعد الحويجة وباقي مناطق سهرامة لنبان نخلص من تلعفر إن شاء الله ونرجع البغيات إلى المناطق متهيئين نحن كل قطاعات الشرطة الاتحادية متهيئين تلعفر وفق تقديرات ضباط الجيش العراقي ومن خلال طبيعة الخطط التي تم وضعها لتحرير تلعفر فإن المعركة ستكون سريعة فضلا عن أن المعلومات الاستغبارية من داخل المدينة أفادت بقلة عدد السكان خاصة في مركز مدينة تلعفر مؤكدة أن القوات العراقية مستعدة لأي متغيرات على الأرض أثناء المعركة طالب وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري بمساعدة مجلس الأمن في جمع وحفظ الأدلة على الجرائم التي ارتكبها تنظيم داعش بحق إنسانية مشددا على أن الحكومة العراقية تريد محاكمة متطرفي داعش أمام القضاء العراقي أذاوى تعمل بغداد مع بريطانيا على صياغة مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي لإجراء التحقيق لنشرتنا بقي مشاهدين ولكن لنعودة بعد فاصل قصير أحييكم من جديد وجه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أوامره بالسماح بدخول الحجاج القطريين بدون تصريحة إلكترونية واستضافتهم بالكامل على نفقته وتوفير كل الاحتياجات لهم كما أمر الملك سلمان بفتح المنفذ البري والخطوط السعودية تنقل حجاج قطر مجانا من الإحساء والدمام وكذلك من الدوحة جاء ذلك بعد لقاء نائب العهل السعودي محمد بن سلمان الشيخ عبد الله بن علي بن عبد الله بن جاسم آن ثاني في قصر السلام في جدة ومن جانبه أكد وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد الخليفة أن قرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بتسهيل أمور حجاج قطر إلى أبعد حد هي خطوات لم تحصل عليها أي دولة إسلامية من قبل حتى في الظروف العادية وضف الوزير في حسابه الرسمي على موقع تويتر أن رعاية خادم الحرمين الشريفين للحجاج ومصالحهم هي مسؤولية تاريخية كبرى تولتها المملكة العربية السعودية لجميع الشعوب ولا يطعن فيها إلا ناكر أكد وزير الدولة الإماراتي لشؤون الخارجية الدكتور أنور جرغاش أن التوجه القطري الدعم للتطرف والإرهاب وتقويض استقرار أجار واضح وتغيير التوجه هو صلب أزمة قطر وقال جرغاش في سلسلة تغريدات له عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر على ضوء تسريبات البحرين والتي تضاف إلى ما سبقها أنه لا يمكن لعاقل ألا أن يستنتج أن السياسات قطر تجاه جيرانها كانت مشروع أزمة مخططة مبيتة في شأن اليمني تعتزم اللجنة الدولية للصليب الأحمر إرسال شحنة أرز تجربية إلى اليمن هذا الشهر في أول محاولة منذ شهر فبراير شباط الماضي لإصال الغذاء عبر ميناء الحديدة الذي يسيدر عليه الحوثيون وقالت المتحدثة باسم اللجنة يولندا جاكمي إن عددا محددا من الشركات البحرية يبدأ استخدام ميناء الحديدة وأن من المقرر أن تغادر شحنة الأرز من فاكستان اليوم الخميس ويجب أن تصل في مطلع شهر أيلون سبتمبر المقبل عذرت منظمة أوكسفام الدولية الإنسانية من الخطر المحدق باليمنين وقالت إن الكارثة في هذا البلد أجبرت الناس على اتخاذ خيارات قاسية بين الحياة والموت وعدت المنظمة في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني أن اليمنيين باتوا في نقطة حارجة بعد مضي أكثر من عامين من الأزمة بعد الدمار والخراب الذي حل بمدينة عدن جراء الحرب التي شنها الإنقلابيون على الشرعية بادرت الإمارات العربية المتحدة لمد يد العون لإعادة إعمار المدينة وترميم مرافقها وبنها التحتية لينعم أهل عدن بالاستقرار وتنهض مدينتهم من جديد إلى التفاصيل بعد الخراب الذي لحق بمدينة عدن نتيجة للحرب التي شنها الإنقلابيون على الشرعية مدت الإمارات العربية المتحدة يدها لمساعدة الشعب اليمني مجددا وفي هذا الإطار تعمل على مشروع المرحلة الأولى لإعادة الإعمار لمدينة التواهي للمباني والمنشآت والمدارس التي دمرت أثناء الحرب على مدينة عدن وبتمويلا من الصندوق العربي للإنماء وبإشراف حكومي من السلطة المحلية بعدن دشنت بمديرية التواهي المرحلة الأولى لإعادة الإعمار بتكلفة قدرها 5 مليون دولار وذلك بإعمار وترميم المباني والمساكن الخاصة بالمواطنين وفي تصريح الأخبار الآن تحدث وكيل قطاع المشاريع وتنمية البنية التحتية المهندس قسان الزامكي استفادت المحافظة والحكومة من المنحة المقدمة من الصندوق العربي للإنماء بمبلغ 2 مليون ونص دولار هذه طبعا هي جزء الأول في مديرية التواهي وخلال الأيام القادمة بتنزل هناك مناقصة بـ 2 مليار تكمل مديرية التواهي بشكل عام وجزء من مديرية المعلاء وكان الهلال الأحمر الإمارة دور كبير في دعم المحافظة بكثير من المشاريع التنموية سواء كانت في الكهرباء أو في المطار أو في البنى التحتية الأخرى وأيادي دولة الإمارات العربية المتحدة بيضاء وهي تقدم كل شيء للمحافظة ومن جانبا آخر تحدث الأخبار الآن وكيل الإعلام أسام الشرمين طبعا تشهد محافظة عدن والمناطق المحررة بشكل عام حراك تنموي شامل على كل الصعود في وزارة الإعلام بالنسبة لنا كان هناك تحرك حكومي إعادة إعمار لمباني الإداءة والتلفزيون والمؤسسات الإعلامية أيضا هناك إعادة ترميم والبنية التحتية كل هذا ما كان ليتحقق لو لا القهود التي بدلتها قيادة السلطة المحلية وقيادة الأمن التي ثبتت الأمن والاستغرار وبالإضافة إلى جهود التحالف وأيضا مشاريع الحكومة الشرعية وتقدر الإشارة إلى أن دولة الإمارات المتحدة لعبت دورا فعالا في إعادة النهوض بعددا من المشاريع التنموية ومنها الجانب الصحي حيث أسهمت في تأهيل مجتشفى القمهورية بعدا ومجتشفى باصهيب مديرية التواهي بتكلفة تقدر بـ 48 مليون و500 ألف درهم إماراتي وعلى الجانب الإيقاثي قدمت دولة الإمارات العربية مساعدات قذائية لأكثر من مليون و100 ألف شخص حيث تم إرسال 160 ألف طن من المواد القذائية وأكثر من 111 طن من المواد الإغاثية الأخرى وعملت على تأهيل مطار عدن بتكلفة تقدر بـ 4 ملايين دولار الخطوات الفعالة والبناءة التي شهدتها عدن اليوم والمتمثلة ببدأ عملية إعادة الإعمار لدليل قاطع وبرهان صاطع على بزوق فجرا جديد لعدن الجديد ويمن الجديد لأخبار الآن أوسان مطهر عدن اليمن خوية من النساء هكذا وصلت الكابينة الحكومية الجديدة للرئيس الإيراني حسر روحاني لمبنى البرلمان الإيراني فبعد أن كانت النساء في إيران بمثابة فرس الرهان الرابح لحملته الانتخابية مؤهلة إياه للفوز بولاية ثانية تفاجأت الإيرانيات بعدم وجود أي شخصية نسوية في الوزارات الثماني عشر مما عده المراقبون نكرانا لدور شريحة واسعة كان لها الدور الأكبر في عودة روحاني رئيسا من جديد التفاصيل من طهران مع مراسلتنا علامة سعود الوشحات والأساور البنفسجية التي مثلت رمز روحاني الانتخابي كانت تأمل خيرا هنا وهذه الشوارع شهدت على حدث سجل في ذاكرتها قبل أشهر قليلة حين خرجت النساء في طهران تأييدا لحسر روحاني كي يفوز في دورة رئاسية جديدة لكن كيف كانت الآمال حينها؟ سأنتخب روحاني لأن يأمل أن تتساوى حقوق النساء والرجال في مجتمعنا واليوم وصل روحاني للبرلمان فائزا لكي يستحصل الموافقة على حقائب وزارته الثمانية عشر التي خلت من أي اسم النساء فهل ذهبت آمال الإيرانيات أدراج الرياح وتبددت توقعاتهم؟ لابد أن نأخذ بعين الاعتبار هذا الانتصار الفذل الذي حققه الشباب ونساء في حيازهم مناصب إدارية مختلفة ولابد من الاستفادة من النساء والشباب في مناصب الوكلاء والإدارات العامة في الوزارات صور من الامتعاض والاستياء رسمت على وجوه البرلمانيين هنا فعدم وجود أي وزيرة في التشكيلة الحكومية الجديدة لرئيسهم الحالي يعتبر نقضا للوعود فحسب يتكون مجتمعنا من نساء ورجال يعيشون جنبا إلى جنب لذا في حال وجود نساء مؤهلات لتولي منصب وزير ولم يبادر رئيس الجمهورية في تكريفهن بهذا المنصب فبالتأكيد سيوارد نفسه للمساء كانت هناك رسالة موجهة إلى الرئيس الجمهورية من أكثر 157 توقيع نائب بارلماني بأن أرادوا منه أن يضع امرأة ضمن الوزارة ولكن مع الأسف حتى الآن لم نشاهد أي شيء في هذا المجال وهروبا من الحرج عين روحان مرأتين في منصب نائب الرئيس وثالثة في منصب مستشار خاص في خطوة عدى المراقبون رمزية فحسب لا ترضي تطلعات ناخباته بلا عنصر نسوي لا طعم ولا لون الكابينة الوزارية الجديدة التي شكلها الرئيس روحاني هذا ما يعتقده البعض لسيما وأن أصوات النساء في حملته الانتخابية كانت بمثابة مجاذيف سفينة حاملته إلى ساحل حكومته الجديدة لأخبار الآن علامة سعودي طهران دعا نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس البرازيل والمكسيك والبيرو والشيلي إلى قطع العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية مع كوريا الشمالية وقال بنس خلال مؤتمر صحفي في سانتياغو في تشيلي إنه إذا تواصلت هذه العزلة الاقتصادية والدبلوماسية فسيكون لدينا أمل أفضل بالتوصل إلى حل سلمي للبرنامج النووي الكوري الشمالية عرض الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جويترس يوم الأربعاء دهوله شخصيا على خط المساعي الهادفة للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة الكورية الشمالية عدا أنه آن الأوان لخفض التهديدات وتفعيل الدبلوماسية وضف جويترس أنه سيبقى على اتصال وثيق بجميع الأطراف المعنية وعلى استعداد للمساعدة بكل الوسائل قطل جندي أمريكي في شرق أفغانستان خلال عملية مع القوات الأفغانية ضد تنظيم داعش بحسب ما أورد الجيش الأمريكي وفي بيان قال الجيش أن الجندية وفي متأثرا بجروح أصيب بها وضف أن جنود أمريكيين وأفغان أصيبوا بجروح وجرى نقلهم للعلاج نشرتنا مستمرة مشاهدين وفيها بعد فاصل أخير تطبيق هاتفي للقضاء على الجوع ومحاربة هدر الطعام أحييكم من جديد مشاهدين كرام ونتحول وإياكم إلى مختاراتنا من الصحافة العربية لهذا اليوم نبدأ تجوالنا القصير بين الصحف العربية لهذا اليوم مشاهدين من صحيفة الخليج التي نقرأ منها في الصحة الإفطار الجيد يمنع زيادة الوزن نصح باحثون أمريكيون بضرورة تناول وجبة إفطار جيدة بدلا من الاعتماد على الوجبات الخفيفة حتى يحافظ الشخص على وزنه من دون اكتساب وزن إضافي إذ وجد الباحثون أن من يواظبون على تناول وجبة الإفطار يكونون أكثر خسارة للوزن مقارنة بمن يتخطون تلك الوجبة وإلى صحيفة الرأي الكويتية التي نطالع منها اليابان تبحث إنتاج سيارة خشبية جاء في تفاصيل الخبر قال باحثون يابنيون إن مادة مشتقة من لوب الخشب يبلغ وزنها خمس وزن الصلب وتزيد متنتها خمس مرات على متنته قد تصبح بديلا عمليا في صناعة السيارات وسيكون خفض وزن السيارة عاملا جوهريا في سعي شركات صناعة السيارات لتوسيع نطاق استخدام السيارات الكهربائية إلى صحيفة الإمارات اليوم مشاهدين التي عنونت بين صفحاتها لهذا اليوم موسكس لوكيتر للبحث عن المساجد في الجوار يساعد تطبيق جديد يعرف باسم إسلام موسكس لوكيتر المستخدمي في العثور على المساجد في المنطقة المحيطة بهم ويحدد موقعها على الخريطة وكل ما على المستخدم هو أن يحدد الموقع الذي يوجد فيه ليعرض التطبيق تلقائيا المساجد المجاورة بوضوح تام فوق الخرائط واخترنا لكم مشاهدين من صحيفة البيان الإماراتي عقار واعد لعلاج الصلاع ظور باحثون أمريكيون عقارا واعدا للصلاع يمكن أن يساعد ملايين الأشخاص الذين يعانون من فقدان الشعر والعقار الجديد يزيد إفراز مادة اللاكتيت التي تساعد على الأيض الغذائي وحرك العضلات ما يمنع تساقط الشعر وإنباته من جديد وختاما مشاهدين من صحيفة اليوم السابع المصرية وفيسبوك يطلق مزايا جديدة للكاميرا مستوحات من سناب شات عزز تطبيق فيسبوك وظائف الكاميرا بعدد من التحديثات المستوحات من سناب شات إذ سيكون باستطاعة مستخدمي تطبيق فيسبوك بث فيديو لايف وابتكار صور متحركة ومشاركة نص ملون مباشرة من كاميرا فيسبوك نعود إلى أخبارنا مشاهدين وفيها أيضا مع تزايد هدر الطعام وزيادة عدد الجوع والمحتاجين حول العالم ابتكر مهندس برمجيات نيجيري تطبيقا يساعد على توزيع الطعام على من يحتاجه من خلال الإنترنت تشوبيري تطبيق للقضاء على الجوع عبر الإنترنت ابتكره مهندس برمجيات نيجيري يحاول من خلاله القضاء على الجوع عن طريق محاربة هدر الغذاء يتيح تطبيق تشوبيري للجمعيات الخيرية شراء الأغذية التي اقترب موعد انتهاء صلاحيتها بأسعار مخفضة من المتاجر للتبرع بها للمحتاجين شيزوبا أوجو أرملة نيجيرية تعاني لإطعام أطفالها ثلاثة لكنها الآن تستفيد من المبادرة التي يقدمها تطبيق تشوبيري من الصعب جدا بالنسبة لي أن أحصل على الغذاء لإطعام عائلتي لأني لا أعمل ولا أتمكن من إطعامهم إلا بمساعدة الناس لكن الأمور بدأت تتحسن الآن بالنسبة لي عمل المهندس أوسكار إكبو نيمو على تطوير التطبيق لتقليل الغذاء المهدوري في نيجيريا متأثرا بتجربته الخاصة إذ ألهمته نشأته الفقيرة التي عانى فيها من نقص الغذاء بالفكرة مرت علينا فترة في الأسرة مريضة فيها والدي وتوقف عن العمل وأتذكر جيدا خلال تلك الفترة كم كان توفير وجبة غذائية كاملة يشكل تحديا أثر ذلك علي نفسيا وأكاديميا وقلت دائما إنني في المستقبل سأحد تلك المشكلة حتى لا يمر أحد بما عنيته يقول إكبو نيمو إن تشوبيري يساعد على إيصال غذاء صالح تماما للأكل لمن هم في أمسل الحاجة إليه بدلا من أن ينتهي به المطاف في مكب النفايات نسعى لمساعدة ما بين خمسين ومئة ألف أسرة بتوفير تغذية رخيصة بحلول العام المقبل والهدف على المدى البعيد هو تحويل هذا التطبيق إلى منصة بيانات كبيرة يعمل إكبو نيمو على تطوير التطبيق للمساعدة في خفض كمية الأغذية المهدورة وتوفير أموال متاجر التجزئة في ذات الوقت وبحسب الأمم المتحدة فإن نحو ثلث الغذاء الذي ينتج حول العالم لا يستهلك على الإطلاق إذ ينتهي به المطاف فاسدا بعد الحصاب أو أثناء النقل أو تتخلص منه المتاجر أو المستهلكون في أخبارنا الرياضية توج ريال مدريد بلقب الكأس السوفر الإسباني لكرة القدم بعد أن جدد فوزه على غريمه التقليدي برشلونة بهدفين مقابل لا شيء في مباراة الإياب على ستاد سانتياغو برنابيو وسجل الهدفين الإسباني ماركو أسانسيو والفرنسي كريم بنزيمة أتاح تطبيق الصور والفيديوهات الأشهر أنستجرام إمكانية الرد على التعليقات كل واحدة على حدة على غرار موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يقول التطبيق إن المحادثات بشأن المشاركات على أنستجرام ستكون أسهل من خلال إضافة التعليق على المواضيع وقبل ختام النشر مشاهدين هذا تذكير بما جاء فيها من عنوين اجتباكات عنيفة بين قوات النظام والمعارضة في ريف دمشق القوات العراقية تتأهب لتحرير تلعفر وتنشئ ثاني جسر عائم لسهولة تنقل السكان بين جانبي الموصل والإمارات العربية المتحدة تدعم اليمن لإعادة أعمار عدن بهذا إذا مشاهدين كرام نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا دائما لمزيد من الأخبار يمكنكم متابعتنا على موقعنا الإلكتروني والتواصل معنا عبر مواقع فيسبوك وتويتر فممكنكم أيضا متابعة بثينا المباشر في ذات الموقع إذن أعود وألتقيكم مشاهدين كرام بعد أقل من نصف ساعة في موجز الأنبى ونمانة موسيقى موسيقى موسيقى